موسيقى 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 وبعد كل عملية فلوسك هتتحط في حساب بيسبك في بنك اس تي بي فرع ملريت في اسبالي موسيقى علي جمال انت هنا ازاي والله انا مفروض اسألك السؤال ده عملي انا باجي هنا من مبارح بسنك تظهر شكلك عايز تقولي حاجة اهمة ايه البلد فيها حاجة اهمة منك دلوقت الناس ملها السيرة غيرك الدخلية ملوبة وبالعزم متجند ولسه ما يشوف واخرتها يا جمال قلها تسأل نفسك السؤال ده واحنا بنعمل كده ليه واخرتها ايه ما ترد علي مش انت دخلت الجهاز ده قبليا؟ اوامر يا جمال عملنا الاوامر ونفزناها وانت عارف الاوامر ما بتتنقش اوامر وكله لمصلحة البلد ونعمل كل حاجة من غير ما نفكر مش كده قولي حاجة واحدة بس عملناها في مصلحة البلد قتل وخطفه وتفكيره كله في البلد دي وفي نفس الوقت عايزين يطلع مصلحة لنفس البلد تب قولي ازاي؟ هو احنا مع النظام ولا ضد النظام عليه؟ دي حال الدنيا من يوم ربنا خلاها الكلام اللي مصدع بيه نفسك ده عمره ما حيرياحك اللي حيرياحك حاجة واحدة بس انك تنفذ المطلوب منك وبكفاءة وانت بقى مقتنع بالكلام ده حتى لو ما اقتنعتش هيفيد بايه؟ يا اخي تفهم تعرف مين اللي ورا كل ده؟ او واحد او اثنين او مية واللي كل يوم بزيده ومشاكلهم ضد بعض بتكبر وطلباتهم بتكتر وإحنا بنخدم عليهم؟ ده النظام واللي انت وافقت عليه من الأول وخلاص انتقى ومش هيرجع تاني يا علي انت حر بس انا ما قدرتش اقول لا يا اخي ليه؟ ليه؟ انت قلتها شوف جرارك ايه؟ يا علي احنا كنا زباط ومشينا في طريق غلط مش عايب ان احنا نغلط اللي عايب ان احنا نغمي علينا ونفضل مكملين اختيار يا جمال زي ما انت اخترت اقول لي ساعدك ازاي؟ تفكر في اختيارك مش عشان تساعدني عشان نساعد بعض علي ايد على نفسك يا شاوي اختيارك وانت ايه اللي جبك هده؟ اللي جبك انا هنا من امبارك بمفرارك وما لله ابو العزم يكلفني ليه بالمهمنة؟ ما انت عارف؟ عبو العزم يشوقك في صوابعينه يلا بينا المكانه قدامك لو عايزتي فتش فتش يا شاوي لا المكانه لدوك ما لك يا فتحي اللي مسحك لحد الوقت يا اخوية اتقرف يا زينات انت الوحيدة في نسوان الثلاثة اللي بتقول لي يا فتحي بقربت انساء الولايكي انا الاصلي يا فتحي طبعا بيت وانا مالوش خير في اصل مالوش خير في حب حلو الكلام طالما للاصلي يا خوية مش الاصلي ده محتاج يفرع ويجدر في الارض علشان زنات قلت مش عايز كلم في الموضوع ده انا في مية طحونة بتدق في النغي ومش ناقص لو شفتيني خلفت من واحدة من نسوان الثلاثة هيبقلك الكلام يا خوية ما احبب مع القلب انك تجيبها يلي شيلوا اسمك واخدمهم لك يوه قلت لا يعني لا انا مش اخلف وربي واكبر وتيجي طال قبلاش تاخدهم مني حصل سيد اخوية مش عايزة اشوفه في حد تاني خلص يا خلص حقك علي يا ده معلش متزعج الا بقولك ايه هو من الرجل اللي جاي لك ابنه هرده ده شكله عايزيز عليك امر اه ده اه واحد معرفة قديمة امر حبيبي مكزان ولي دين كبير فرهابتي دين كبير اوي اوي ا 발مار اذا كل مرة الثالثات اضبرني يوم هنكتب لي عمر جديد على ريدنا بس لمزعلني اني قصرت معاها بس غاز بعدني ونعمل قصرت معا في ايه يا اخوي شغلانا كده تخص واحد من طرفه بس تلاود رعي فيها وبازت بس تتعبط احنا هنروه من بعض فين نامي انتي يا اختي نامي نامي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو ايه شر لكم كده ولا ايه بس هو البناده مننا كده ما بيطعز صغير بعنيه وانت عناك ورمك من الاتعز ته بتقطمني فيه بس يا شيخب حكم وانا اول واحد ولا اخر واحد يجري ورقهم ولا زيهم وان اخوة كلهم بيدوروا شغلهم معاهم عشان بس اللي مبخت كشفت في ملعوبة بلزة علشان ما انتش حويت يا نوح وانيتك مش خالصة جريت لوحدك لا سألت ولا خدت المشورة وقلنا ماشي ما تضاك على عقد يمص دمك بيه وهو شايفك وانت بتهر عليه انت حر؟ لا وإيه ما ربيه لي حية عندك في البيت تضمن منين ان البنت الرقاصة دي مش هي اللي فتنت وخبصت عليك فيها شيخ ابحكب ما الاخوة مالولكش ولا ايه الست اللي انت بتتكلم عنها دي ايه ايه مراتي وما انتش مكسوف؟ اتق الله يا شيخ ملع احنا توي بقى واخد سواب ده في ايه بقايزة على الاخوة الاخوة لسه مزعلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة